اشتركوا في القناة الهوامش راح تكون 1 سنتيمتر من جميع الاطراف موافق طبعا على ادراج اشكال نضيف اشكال بها المكان وليكن هذا الشكل طبعا حدد الشكل وتنسيق ومن تعبئة الشكل راح نختار هذا اللون الاحمر ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا نسخ لصق وليكن في هالمكان ممكن ان نصغر العرض حتى يكون اشوائية افضل من تنسيق تعبئة الشكل نختار مثلا هذا الشكل ونرجع مرة ثانية من تعبئة الشكل مزيد من التعبئة وممكن ان نلاحظ ان هذا اللون نحاول شوي انغمغ بحيث يكون قريب على البرتقالي الغامق طبعا وليكن هاللون تمام طبعا بالنسبة لهذه اللوحة في حال انه ما ظهرت عندك هاي اللوحة في حال ظهرت هذي اللوحة طبعا من مخصص راح تظهر هذي اللوحة ومن هذا الخيار نتحكم بي او من هذا السلايدر نتحكم بي اللون طبعا ممكن انه شوفنا اللون قريب على الجوزي ممكن انه نحاول نصحح شوي من حدة اللون بهذه يكون شوي قريب على الأصفر تمام طبعا ناخذ ناسخ لصق نفس الشكل وممكن ننطيه من تنسيق تعبئة الشكل ممكن ننطيه هذا الشكل طبعا ممكن هذا شوي يصغر حجمه وهذا اللون ممكن يكون أكثر يعني عرضا حتى كل ما تكون الأشكال بها عشوائية بالعرض والمقاسات كل ما يكون التصميم جميل وحديث لأن التصميم الحديث يخلو من التناظر والتشابه طبعا ناخذ ناسخ لصق وممكن انه نقلل العرض ومن تنسيق تعبئة الشكل ممكن نختار هذا الشكل ونسخ لصق ممكن هذا الشكل يكون هنا ومن تعبئة الشكل تنسيق تعبئة الشكل ممكن أن يكون هذا الشكل أو ممكن يكون هذا الشكل تمام هذا اللون الخطوة التالية هي إدراج أشكال ندرج شكل مستطيل ونحاول هذا الشكل نكبره قليلا ونميله بحيث يكون بيها المكان طبعا نحاول أنه نكبر العرض ومن تعبئة الشكل يكون أبيض ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي نلاحظ شنو هنا نلاحظ أنه صنعنا هذه التشكيلة من المثلثات بشكل مثلث قائم الزاوية من خلال هذه الخدعة هو عبارة عن شكل مستطيل ميلناه وخليناه بنفس لون الخلفية حتى يوهم الناظر أنه هذه عبارة عن مجموعة مثلثات مصمته الخطوة التالية هي إدراج شكل أيضا إدراج شكل وهذا الشكل ممكن أن يكون هنا ممكن أن يكون هنا ومن تعبئة الشكل ممكن أن يكون هذا الشكل ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي ممكن أنه هذا الشكل نختار الشكل الأفتح هذا لا ضير وإدراج مربع ناس ونكتب اسم الشخص أو اسم المؤسسة رح أكتب مثلا عالم بها الاحترافي وطبعا من الصفحة الرئيسية نحاول شوي نكبر حجم الخط bold وممكن إذا شفنا أنه مختفي جزء من النص نحاول نوسع ارتفاع المربع النص ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي تمام ممكن نضيف لمسة بسيطة من إدراج أشكال خطوط نضيف خط ممكن هذا الخط يكون هنا بالأعلى ممكن المخطط التفصيلي ننطيه هذا اللون الأحمر وممكن من المخطط التفصيلي الوزن ممكن ننطيه وزن أسمك شوية مثلا واحد ونص تمام يطينا فرد لمسة جميلة ممكن في هالمنطقة نخلي الشعار تمام وفي هالمنطقة راح نخلي المعلومات الشخصية طبعا ممكن واحد يسأل يقول انه هاي الايكونات شون سويت لونهن إلى هذا اللون البرتقالي طبعا سهل جدا من تنسيق اللون عدنا هذي مجموعة ألوان نختار اللون اللي احنا ريدان اختارت اللون البرتقالي هذا سهلة جدا والعملية احنا شارحيها بالمحاضرات السابقة اشتركوا في القناة